ايه اكتر الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش وحنعرفها من كتاب تفاصيل مختلفة بصي حضرتك انا لما اقولك التفاصيل لازم اقول عن المكالمة اللي دارت بيني وبين ابن الفنان محمد فوزي دكتور رامونير محمد فوزي ده موجود رب ناديله الصحة دكتور كبير كنت بتكلم معي وكان هو سألني السؤال ده قال يقول لي انتي هتقدمي ايه جديد قلت له انا مش بقدم جديد انا بفكر الاجيال اللي موجودة والاجيال اللي بتحبه والعشاء محمد فوزي بقدم لهم حاجة فيها حاجات يمكن مستخبية شوية عن حياته كزوج وكأب وكإنسان زي ايه انا عايز اقول حكا على حاجة انا لما دخلت وتكلمت مع كل زوجاته لقيت ان المسيطر على الفنان محمد فوزي عشقه عشقه لعمله لفنه حتى عشقه لفنه حتى في تعامله مع كل اللي حواليه مع زوجاته يعني كل واحدة فيهم بتحكي حتى عن تقوسه ان هو ملوش تقوس هو ممكن يبقى قاعد بيتكلم وفجأة يسكت يبقى طلع بلحنة جزيد يعني اذا خلينا ناخد عنوان انه الفن هو نمرة واحد كان نمرة واحد في حياته مهما تعددت الزيجات بالظبط كان نمرة واحد بالظبط كي ايه اللي حصل يعني الفرق انه يعني هو تجوز كمان من فنانة وتجوز من شخصية عادية يعني التباين ده كان باين في كتاب دي صور مع الفنانة الكبيرة مديحة يوسري دي كانت الزوجة التانية بعد ما تجوز مدام هدايا قاعد كان زواج استمر تسع سنوات وانجب منها تلات ابناء استاذ المهندس سامير ومهندس نبيل ودكتور مونير بعد كده بعد تسع سنين بعد تسع سنوات راح اتجوز الفنانة مديحة يوسري ومدام هدايا طلبت الطلاق ومفصلت عنه وبرضو جواز استمرت تسع سنوات ده رقم تسع ده رقم مهمة مهمة في حياته بالضبط استمرت تسع سنوات وكان حصلته أفلام كتيرة طبعا بينهم طب هل هنا يعني الحقبة بتاعة الفنان محمد فوزي مديحة يوسري نقدر نسميعها حقبة فنية للتنين بالضبط حقبة فنية للتنين كان أعمالهم رائعة مع بعض وذكرة السينما تذكرها لحد دلوقتي أنا كنت لسه من فترة مشايرة على الصفحة عندي فيلم جميل جدا كنت أول مرة تفرج عليه وحسيت أن أنا اكتشفته بصراحة فيلم اسمه معجزة السماء قصته جميلة وقصته لحد دلوقتي وإحنا بنتفرج عليها أنا لقيت نفسي باخد ولادي وباخد البيت كله لأن احنا نرجع تاني للأبيض والسود وللحياة دي من تاني في قصته كانت جميلة قصته كانت قدروا هما الاتنين كسنائي يعملوا عمل رائع عجبني طبعا ببساطة محمد فوزي اللي كانت بينه فأنقته حتى يعني أنا ما اتفرجت عليه هو ببدلة وشيك على البحر ببدلة حياته كلها وكان دايما يعني دايما أولاده يقولولي هو لما كان بيطلع يمثل هو مش بيمثل هو هي ده طبيعته ده محمد فوزي ما كانش بيمثل خالص